تذكر إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما بدك تأخذ الحكم بالنفاق وبالرياء وبالكذب وبالقوة وبالعنف تجيك الساعة حتى في عصرنا إلى يومنا هذا شفنا كتير حكام الرب عزلهم شالهم من الحكم فإذا خف من من الله الكتاب بقول لكل حاكم يعني إنه في رب عم بلاحظ والأعلى فوقهما يلاحظ شايف شيء تاني بقول لا تأخذ رشوة لأن الرشوة تعمل مبصرين وتعوج كلام الأبرار يقول الكتاب مبر المذنب ومذنب البريء كلاهما مكره هو لأنه مسيحي أنا ممكن أذنبه لأنه مسيحي أنا ممكن أطهده وهل القانون هو قانون الغابة للقوة وفردا إنك أنت وصلت وفرطت هذا القانون طب ما رح يجي واحد أقوى منك ويعزلك وهكذا رح تضل إلى نهاية الأيام أيما أفضل عصر السلام والمحبة والرخاء وفعلا الطمأنينة والهدوء إنه الواحد يمشي في الشارع ولا عصر كله خوف ورعب وكله عدم الأمان وشفنا طبعا في أيام داعش ماذا حدث للناس هل تريد هذا النوع من هذا الحكم أنا أؤكد أنه كل مشاهدين يرفضون هذا النوع من الحكم من يقول للشرير أن تصديق تسبوا العامة تلعنوا الشعوب محابات الوجوه في الحكم ليست صالحة واليوم إذا كل الأمور عم بتصير بالمحابة وعم بتصير بالنفاق وعم بتصير بالرشوة وعم بتصير كم إنك تحصل وتأخذ حتى يكون عندك رح تنفضح صدقني ما في حدا إلا انفضح وإلا انكشف فامشي في طريق الرب شو الكتاب بقول فيه واحدة مهمة جداً وصي للحكام وهذا مهم جداً كل حاكم يسمع قد أخبرك الرب أيها الإنسان ما هو الصالح وماذا يطلب منك فأنه لا يطلب سوى أن تعمل الحق وتحب الرحمة وتسلك بتواضع أمامه تعرف حبائي اللي بيسلك في الحق والاستقامة والبرق شخص مستقيم الناس رح تحبه الشخص اللي بالقوة وبالعنف الناس رح تخافه ويمكن أمامه رح تكون مرائية بنروح بالدم نفديك لكن من وراء عم بلعن وعم بيسب وعم بيشتم السيعة اللي أجا فيها وعم بيصلي أنه يتزاح من الحكم تخيل لما بكون شخص محبوب كل الناس تحبه شوف كيف الوضع السياسي والاستقرار الأمني كيف بيكون في البلاد موسيقى موسيقى